تظهر الأرقام والإحصائية أن الخاسر الأكبر مع بدء مقاطعة المنتجات الزراعية الفلسطينية والرد الفلسطيني بالمثل هو إسرائيل 55 مليون دولار تصدر فلسطين من منتجاتها الزراعية لإسرائيل بينما تصدر إسرائيل للفلسطينين ما قيمته 300 مليون دولار من فاكهة وخضار قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال خمس سلع كالخضار والفاكهة والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية جاء كرد فعلا على فرض وزير جيش الاحتلال نفتال بنت قرارا بمنع دخول المنتجات الزراعية ردا على قرار سابق فلسطيني بوقف استيراد الماشية من إسرائيل بالنسبة لنا هناك الاستيراد أو الحركة التجارية والميزان التجاري بيننا وبين إسرائيل 1 ل7 وبالتالي هناك مجالات واسعة جدا لاتخاذ أي خط وتتخذ سيكون رد بالمقابل وتطالب هيئات ومنظمات تُعنى بمقاطعة إسرائيل لفرض استراتيجية واضحة المعالم للتعامل بردات فعل مؤقتة المطلوب من الحكومة أن تخرج من ردات الفعل إلى الفعل نفسه وبالتالي تكون جزء من استراتيجية وطنية تقوم بدعم المنتج الوطني وأيضا من خلال إضعاف منتج الاحتلال سواء بفرض ضرائب أعلى سواء بمانع دخول منتجات الاحتلال بشكل كامل وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى 56 سلعة إلى الضفة الغربية وتفرض حصارا على مدخلات الإنتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية يقول خبراء إن السلطة الفلسطينية غير جاهزة للتخلي عن اتفاق باريس الاقتصادي نظرا للتبعية الاقتصادية التي فرضت عليهم كيف بدك تقاطع؟ كيف بدك تدخل في حرب؟ أنت مش جاهز بدك تروح تعيد الاعتبار للزراع والصناعة وتدعمها بكل الوسائل الممكنة بدك تفتح خيارات تجارية مع العالم الشرقا لازم تبدأ في تفكير بأن علاقات طبيعية مع الكيان على المستوى الاقتصادي تفيده بالرغم من احتلال الأرض هذا لم يعد مقبولا وتحذر أوساط أمنية إسرائيلية من أن سياسة وزير الجيش الجديدة تجاه السلطة الفلسطينية ستذهب بالأمور نحو التصعيد وبخاصة منع دخال المنتجات الزراعية مع إمكانية تدهور الأمور نحو قطيعة فلسطينية إسرائيلية وإلغاء تصريح عمل لنحو 100 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وهو ما سيزيد من التوتر